اهلا بكم في بيت اللغة العربية لغتنا فوق الجميع سماء وحياءنا فوق الرؤوس غطاء وكتابنا نبرسون الوضاء هو قصة وهداية ورجاء من الكتاب ننطلق من الكتاب نتعلم بالعلوم نتصف بصفة الانسانية التي لا وطن له فهو العلم يشمل كل الانسانية يشمل كل مكان يشمل كل زمان فعلينا بالانطلاق كي نكون من جيل مختلف اليوم نقدم لكم حلقة من لغتنا الجميلة وهي عن بلاغة النص بلاغة النص وبلاغة النصوص تهم كل طلابنا في المرحلة السنوية وبنخص طبعا النهاردة طلابنا في التعليم الفني لكن هي حلقة شاملة لكل من يهتم بالبلاغة لكل من يصعب عليه استخراج المواطن الجمالية في النص عندنا نصوص بنفكركم تاني وهم فرعيين لإما يكون معنا فرعي الأدب النثري أو الفان أو القصائد الشعرية النهاردة هنجمع النقاط المهمة حول استخراج جمال النص أو مواطن الجمالية في النص فبيجي لنا على هيئة أكثر من سؤال هنعمل بانوراما تخطيطية مختصرة مبسطة لكل من يتساءل ما الفرق بين الصورة البيانية وما الفرق بين أسلوب الأديب أو الشاعر وما بين الفرق ما بين المحسن البديعي وكيف نستخرج دلالات وجمال الألفظ يبقى عندنا هنا النهاردة أكثر من فرع للجمال في النص الجمال في النص دايما لابد أن نتزوقه بقي شيء آخر وهو أن احنا إزاي نستخرجه ونعرف نفرق ما بين أفرع الجمال في النص فما ظهر الجمال في النص تأخذ أكثر من شكل هنعملها على هيئة بانوراما وهنبسطها مع بعض إزاي نخرجها بنقول أولا بيكون عندنا فيه سور بيانية وبيكون عندنا فيه محسنات بدعية وبعد كده عندنا أسلوب الكتب اللي هي الأساليب اللغوية اللي أفردنا لها حلقة قبل ذلك استخدم أسلوب أمر استخدم أسلوب النداء ودلالة ذلك وغرض ذلك اللي بنعرفه من خلال قراءتنا للنص وأسلوبه هو بيستخدم هذا الأسلوب بعينه عندنا أسلوب التوكيد وأدواته وألفاظه وعندنا أسلوب الشرط ودلالته ومواضعه إلى آخره فأول انطلاقة لازم لنا وقفة عندها هي السور البيانية السور البيانية بتاخد أكثر من شكل وليها أكثر من فرع فاحنا هنبسطه مع بعض ولكن نعود إلى نصنا الأساسي هذا الفصل الدراسي وهو نص نصائح للرجل الرائع رب السيف والقلم وهو محمود سامي البارودي فاحنا هنطبق من خلال نصه الرائع قصيدة نصائح هنبتدي نعمل تطبيق عملي على كل ده برة تانية بقول الحلقة بتخص البلاغة وأشكالها المختلفة لتعيين مظاهر الجمال وهي تهم كل طلاب المرحلة السنوية هيا ننطلق إلى كيفية استخراج مواطن الجمال وأشكالها وأفراحها الجمال في النص يشمل عدة أشكال السور البيانية المحسن البديعي الأسلوب عندنا السور البيانية تأخذ أكثر من شكل وهو طبعا التشبيه وده أول أشكال التصوير اللي بيقابلنا من البساطة إلى غيره ثم الاستعارة ثم الكناية طيب ما الفرق بينهم هنوضح مع بعض تعالوا إلى المحسن البديعي وده بيأتي في المرحلة الثانية يبقى أنا ممكن أحدد لك سؤال بوضوح أستخرج صورة بيانية فبتقتصر على الثلاث حاجات دول حسب فهمة ليهم هنبسطهم النهاردة طيب المحسن البديعي الطباق الجناس دي أشكال منه وهي الأشكال كثيرة الطباق واللي إحنا الألفاظ اللي بنخرج بينها تضاد أو بينها مقابلة زي الجمل وعندنا أيضا أنواع للطباق الجناس الألفاظ المتشبهة السجع الألفاظ المتشبهة موسيقيا في نفس الوزن وبعد كده التصريع وبيكون في الأبيات الشعرية فقط ما بين بيتين شعريين البيت الأول والثاني بيكون آخر حرف هنا زي آخر حرف هنا الجمال في النص من خلال أسلوب الكاتب كما أوضحت أنه من خلال استخدامه للأثاليب المتنوعة زي الأمر أو النهي أو الشرط إلى غيره أو التوكيد وهي من أشهرها طب عندنا أنواع للتشبيه وأنواع للاستعارة وأنواع للكناية والبانوراما دي عايزين نخفظه زي ما هي كده لأن هي زي ما بيقوله طوق النجاة اللي هنفرق ما بينه وما بين المطالب اللي بيطلبها لي لو طلب ببساطة وقال لك طلع المواطن الجمالي البلاغي وسكت هو كده ساب لك الاختيار لكن لو البانوراما اللي أنا ذكرتها دي أو المخطط قال لك ثلاث أسئلة ثلاث أسئلة غير بعض طلع صورة بيانية فأنت في المقطع الأول أو طلع محسن بديعي فأنت في جزء آخر أو طلع أسلوب بين ما نوع أسلوب الكاتب وما غرضه أو أسلوب الشعر فأنت هنا أمام ثلاث أسئلة حسب ما يحدد لك تمام؟ فكل مرحلة حسب اختلافها في تعيين هذا هنطبق من خلال نص معنا هيا نوضح فروع التشبيه وفروع الاستعارة إلى آخر عندنا التشبيه أولا التشبيه من أشهر أفرعه هو لي أيضا أفرع أكثر من ذلك التشبيه المفصل وهو عبارة عن إيه؟ المجمل البليغ طبعا إيه؟ هنقف قليلا عند هذه البانوراما وفكرك تاني بالأنواع طبعا التشبيه المفصل هو ما ذكرت فيه أركان التشبيه كلها وهي المشبه المشبه به أداة التشبيه وجه الشبه أقول لك الفتاة مثل الأداة هي القمر إشراقا الفتاة مثل البدر صفاءا إلى آخره أوضح الأربع أركان فهنا التشبيه عندي مفصل أو عندي تشبيه مجمل وهنا بيكون فيه بعض الأدويات وهو بيكون يأخذ تلاتة من أربعة وعشان كده أنا قلت لك أنه هنتعامل مع البلاغة ومع القواعد زي المسائل الرياضية إلى آخره فعندنا التشبيه المجمل بيكون ثلاث أركان يأخذ عندي ثلاث أركان وليست الأركان كلها المشبه والمشبه به والأداة فأقول لك جاء أحمد مثل الليس أحمد مثل الليس صديقي مثل الأسد إلى آخره فأنا عندي هنا ثلاث أركان المشبه أحمد مثل الأداء الأسد وهو المشبه به فهنا عندي ثلاثة لكن أركان التشبيه أصلا كانت أربعة وهي المشبه الأداء مشبه به وجه الشبه فلما أخذ ثلاث حاجات فقط فهنا النوع الثاني وهو المجمل طيب لو أنا أخفيت الأداء كمان وأنه بقى عندي شكلين ركنين فقط من أركان التشبيه وهو الركنين الأساسيين ودايما أي حاجة بنركز على الأساسي المشبه والمشبه به وطبعا التشبيه دايما أو التصوير بلغة التبسيط اللي خدناها زمان إن بيكون المشبه به فيه صفة تفوق المشبه الأول أو اللي أنا بشبهه به فهي هنا مثلا لما قلت صديقي مثل الأسد صفة الشجاعة والجرأة فهنا فيه في الطرف المشبه به صفة تفوق الطرف المشبه فهنا أنا بقول يعني لو استغنيت عن طرفين واكتفيت بالطرفين الأساسيين وقلت أنت نجم وصديقي نجم الفتاه قمر الصلاة نور هنا الطرفين قدامي وده بيكون أعلى ركن وهو بياخد 2 من 4 قلنا الأربعة هم أركان التشبيه الأربعة ولكن هو هنا معنا المشبه والمشبه به فقط فبياخد 2 من 4 فهنا بيسميه تشبيه بلغ مرة تانية التشبيه أشكال التشبيه الأساسية بتاخد 3 أشكال اللي هو التشبيه الأساسي وهو المفصل في الأركان كلها وبعد كده المجمل في جزء من الأركان وبعد كده البليغ وهو بيكون فيه الركنين الأساسيين طب لو أنا بتشبيه التصوير اللي عندي اللي شغل عليه الشاعر أو الأديب اكتصر على ذكر طرف واحد هنا دخلت في الاستعارة هنا دخلت في الاستعارة زي ايه أقولك الشوارع تتألم هنا صورت معي الشوارع أنا بصورها بايه بايه هنا المشبه اللي هي مين الشوارع تمام أقولك تتألم هنا صورت الشوارع بإنسان وديتك صفة من صفاته وحزفته يبقى أنا معي ركن واحد وهو المشبه تمام فهنا اسمها استعارة مكنية لما أنا أخفي أو أكني اللي هو الجزء الثاني وهو المشبه به طب لو أنا قلت لك أن دخلت على صديقي وبقوله يا نجم تمام فهنا أنا أخفيت المشبه وهو صديقي أو أنت اللي بكلمك وبقول يا نجم على طول صورته بنجم فهنا ذكرت المشبه به فقد صرحت به ليك فهنا بتكون استعارة تصرحي طيب مرة تانية التصوير أو التشبيه بياخد عندنا أربع عركان المشبه المشبه الأداء المشبه به الوجه الشبه فإذا اختفى ركن وإدينا له في كل مرة يختفي ركن بيدينا نوع من أنواع التصوير فإذا بقي معنا ركن واحد وهو المشبه فبيكون انتقلنا من التشبيه إلى الاستعارة وبيكون هنا استعارة متنية أما إذا أخفينا المشبه وأعطيناك المشبه به مثل قولية تعالى يخرج الناس من الظلمات إلى النور هنا الظلمات أنا بشبه الجهل اللي هو أنا حزفته من الكلام بالظلمات فهنا أنا ديتك المشبه به فقط واحد من أربعة فهنا بتكون استعارة تسرحية أما إذا عملنا يخرج الناس من الظلمات إلى النور نفس الكلام النور استعارة تسرحية فإذا بقي معنا عنصر واحد من أدوات التصوير فهو استعارة هنا دي أشكال التصويرات ما بين التشبيه وما بين الاستعارة دي الصور البيانية الأساسية في عندنا حاجة تالتة وهي الكنية أنا بتكلم عن صفة أو موصوف صفة أو موصوف الكاتب أو الشعر بتكلم عنها زي الخجل عند البنت مثلا فبقول احمر وجه الفتاة هنا عايزة أقول صفة إيه هي بس أقلتها بالطريقة دي أنا بتكلم عن الخجل عند البنت صفة طيب لو أنا بتكلم بقى عن موصوف عن موصوف دخل بجرأة أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم هنا عايز أوضح أيضا صفة وهي الغفلة طيب لو اتكلمت عن الموصوف نفسه تماما عايز أوضح صفة فيه فهنا أنا بتكلم بصيغة الكنية عايز أوضح معنى معين فأنا ما عنديش تصوير ولا طرفي التصوير تماما فهنا بيكون الكنية وبتاخد شكلين عن صفة أو عن موصوف فهنا ده أول حاجة بنتكلم عنها وهي الصورة البيانية طيب فيه عندنا حاجة الشاعر بيستخدمها أيضا وهي المحسنات البدعية على رأسها طبعا التضاد اللي احنا بنتعامل به دايما وبنعرف نخرجه وبيعمل لفت انتباه جميل فيه الأذن وفيه للمتلقي طيب عندنا حاجة تانية السجع الموسيقي خلاص التوجع والتفجع عام مر وكان مر هذا التناغم الموسيقي اسمه محسن بديعي وهو السجع نأتي إلى عناصر أخرى من المحسنات البدعية الجناس تمام وعندنا الجناس فيه منه التام اللفظين زي بعض بالزبط واليوم معاني أخرى وطبعا هذه الأبواب مرت علينا النهاردة عايزين ننتقل سريعا إلى التطبيق من خلال نصائح المقرر علينا وعلى الصف الرابع فنتزوج كل ده ونستفيد من كل ده وشبابنا في المرحلة السنوية دائما بيكون لديه القدرة على التطبيق على أي قصيدة فأنا قلت الحلقة دي مفيدة لجميع طلاب المرحلة السنوية هيا ننطلق إلى قصيدة رائعة لرب السيف والقلم محمود سامي الباروديو وهي قصيدة نصائح محمود سامي البارودي بعرفك به تعريف سريع هو من نجوم القرن التاسع عشر وهو أطلق عليه اسم رب السيف والقلم كان معروفا بوطنياته وكرهه للاحتلال وشارك فيه الثور العربية وطبعا زي ما بنقول رجل عسكري وكان مديرا للأوقاف وزيرا للحربية عده النقاد وهما النقاد الأدبيين رائد النهضة التي حدثت في الشعر العربي القصيدة هي وجماليتها وروعتها هنقرها بسرعة وما هي مليئة بالأسليب والتشويرات اللي احنا هنطبقها مع بعض إذا شئت أن تحي سعيدا فلا تكون لدودا ولا تدفع يدليني بالقصري ولا تحتقر ذافقة فلربما لقيت به شهما يبر على المسري فرب فقير يملأ القلب حكمة ورب غني لا يريش ولا يبري ولا تعترف بالذل في طلب الغنى فإن الغنى في الظل شر من الفقر وداري وداري الذي ترجو وتخشى وداده وكن بين مودات القلوب على حزري فقد يغذر الخل الوفي وداده لهفوة ويحل الرضا بعد العداوة والغدر ومن الناس من تلقاه في زي عابد وللغدر في أحشائه عقرب تسري ولا تحتبن الحلم يمنع أهله وقوع الأذى فالماء والنار من سخري مليئة بالحكم مليئة بالروعة مليئة يعني ما نتزوقه في كل عصر من علاقات مع الناس ومع الأصدقاء ومن مفاجآت في المعاملات مع الآخرين هنشوف كل دونة تزوقوا ولكن من خلال الجمال في النص فمع بعض نستعرضت ثماني أبيات إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن أول حاجة هنا المعاني أنا موضحها معاك ولكن أنا قلنا هنطبق الجماليات في النص طبعا الشرح سريع يوضح لنا أسباب السعادة والسبيل لتحقيقها فإذا أردت أن تعيش سعيدا فاحذر من الشدة والقصوة والقلضة في معاملة الآخرين هنا هقف وأسأل هل هناك تصوير؟ هل هناك تصوير في البيت؟ إذا شئت فلا تدفع يدليني بالقصر يدليني هنا على طول واضح جدا أن معايا تصوير ومعايا استعارة مكنية فين المشبه؟ يد الليني تمام صورها بإيه؟ بإنسان صور اللين بإنسان وحزفه ودينا شيء من لوازمه أو من أجزاء أو من صفاته وهو يد اللين وحزفه فهنا استعارة مكنية التصوير أهو ببساطة نقف عند الصورة البيانية طب الأساليب اللي استخدمها الكاتب أو الشاعر فهنا عندنا الأسئلة تلاتة ما الصورة البيانية ما المحسن البديعي ما الأسلوب معنا الآن حكتين من الثلاثة يبقى يدليني استعارة مكنية وعندنا في محسناتها تقابلنا يلا نطلعها مع بعض فلا تكن لدودا طبعا هنا هنخرج الأساليب عندنا أسلوب نهي فلا تكن لدودا أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد لأن أصلا نصنا كله واخد شكل نصايح لكن قد يكون أحيانا لها أغراض أخرى اللين والقصر ده إيه؟ أين المحسن البديعي؟ التضاد ويؤكد المعنى ويوضعه ولا تحتقر ذا فاقة فلربما لقيت به شهما يبر على المسري فالفاق هنا الفقر والاحتياج المسري كثير المال يبقى ذا فاقة مضادها المسري المعنى كما أشرنا إليه يشدد الشعر من تحذير ويحذر من احتقار الآخرين لفقرهم فقد يكون الإنسان فقيرا ولكن يملك من المرؤة والصبر وكرم الخلق ما لا يملكه الغني فقلق الإنسان لا يقاس بغناء وقلب فقره ولكن بحسن قلقه وشاهمته ومعاملته مع الآخرين هنقف عند الجمال وقفة أكبر وبنقول أذكر أسلوب الكاتب هنا أنا حددت السؤال لكن لو عممت هقول أذكر الجمال في النص استخدم الكاتب الشاعر أسلوب النهي ولا تحتقر ولا تحتقر عندنا هنا أسلوب النهي وغرضه النصح والإرشاد النهي بيكون بلا والفعل المضارع طيب ده الأسلوب اللي استخدمه الشاعر طب هل هناك محسن بديعي تقدر تخرجه من البيت؟ آه معينا محسن بديعي عندنا التضاد ذا فاقتن وهو الفقير والمسري اللي هو السري بينهم تضاد وطباق إيجابي تمام وهذا طبعا يؤكد المعنى ويبرزه وزي ما انتوا شايفين على الشاشة احنا بندي صورة من صور الاختلاف الطبقي والذي يتوهمه البعض واللي بيعتبره البعض عندما لا يحسن المعاملة وطبعا ده بيرجع لفكر الإنسان وعلمه على قدر العلم بيرتقي الإيمان والضمير في معاملة الآخرين وبيصل إلى شكل أفضل هنا معينا أسلوب النحي وأسلوب المحسن البديعي أنا خرجتهم من البيت طيب عندنا إيه كمان في البيت التالي؟ بفكرك تاني إحنا لما نطلب الجمال في النص نتزوقه أولا وبنحسه أولا وطبعا أولادنا المتقدمين في الفرقة الرابعة هم عد عليهم أمثلة كثيرة فمنهم من يجيدون استخراج الصورة البيانية ومنهم ما زال لا يستطيع التمييز عندنا ثلاث أسئلة في الجمال في النص الصورة البيانية تشبيه استعارة كناية المحسن البديعي الطباك والجناس السجع إلى آخره التصريع الأسلوب أمر نهي شرط زي موضح على الشاشة أشكال الصور البيانية بوضح تاني عندنا التشبيه وأنواع والاستعارة بأنواعها الكناية إما عن صفة أو موصوف الكناية عن صفة أو موصوف تمام؟ أنا بوضح من خلال الصورة الكنائية البيت الثاني بينصح من خلال أسلوب النهي ولا تحتقر ذا فقط هنا بقولك أين ما الأسلوب وما نوعهم ولا تحتقر أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاء طب أين المحسن البديعي؟ ها قلنا التضاد هنا المحسن البديعي تمام؟ زفا قطن والمسري وضح المعنى فلربما هنا ربما بيبقى هنا في حاجة ربعة اسمها جمال الألفاظ دلالة الألفاظ فعندنا الألفاظ زي ربما وربا وقد بتدل على التقليل وده من لطف ربنا إن إحنا الكاتب بيتكلم عن صفات مزمومة في بعض البشر الناس اللي عندها احتكار وتكبر ومختلين ومتعالين على بعض وبيتعاملوا بشكل طبقي دي قافة من قافات النفس فهنا بيلحقنا الشاعر وبيقولنا إن مش كل الناس كده مش كل الناس وحشة ففي ناس بعض الناس هي اللي بالشكل السيء ده والخبيثة اللي بتطلع في زي عابد وناسك وتضحك عليك وفي الآخر أنت بتنخدع لكن مش كل الناس كده في ناس فهم الحياة صحة والمعاملة صحة مع الآخرين وناس لأ فبيستخدم أدوات تفيد التقليل وهي ربا وربما وقد فهي هنا دلالتها اللغوية التقليل فهنا بقولك أيضا أذكر قيمة الألفاظ وجمال الألفاظ اللي استخدمها الشاعر فلا ربما لقيت به شهما هنا طبعا فيها تعاليل لما قبله النهي اللي قاله ولا تحتقر في نهي فبيقولك هنا النتيجة بتاعة في الشطرة الثانية لا ربما لقيت به شهما يبر على المسري وهنا يعني النهي فيه عموم للفقير وغيره أنها تبقى رؤية عامة أن كل إنسان مش بمظهره ولكن قد يكون جواه أخلاق وشهامة غير المظهر فهنا بنقول تعاليل للنهي اللي قاله في الشطرة الأولانية العلاقات دي علاقات معنوية يعني هنا الجمال في النص أو في جمال المعنى جاي من جمال المبنى وده جمال اللغة إن كل جزء من أجزائها ليه دلالة معنوية ليه معنى آخر مش هي قوالب نشفة أو جمدة لأ ده هي أصلا القواعد اللغوية فرع المعنى كل لفظ بيستخدمه الشاعر ليه معنى فهنا لما أقولك الشطر الثاني تعاليل للأول توضيح للأول هنا أنا بجمع التزوق لما شايفه في هذه الألفاظ بما يدعم الشرح والمعنى فهو جزء لا يتجزأ من الجمال في النص فهنا بيقول شهما من أسليب أيضا التنكير استخدم هنا التنكير ولكن في موضع محمود يبقى التنكير في موضع محمود غير التنكير في موضع مزموم فهنا بيقول له لا تحتقر الفقير فلربما وجدت فيه شهما جاءت نكرة للتعظيم هنا التنكير للتعظيم ممكن نجده العكس تماما في موضع مزموم يبقى شايف المعنى ماشي معايا إزاي يبقى احنا نتزوق النص هنجاوب صحة الشطر الآخر الثالث البيت الثالث بينقلنا أيضا عن الحديث عن زافة قتن وبألفاظ أخرى أيضا الحمد لله تفيد التقليل فربا فقيرا ولكن هنا طبعا في موضع محمود فربا فقيرا ربا هنا تفيد أيضا التقليل إن مش كل الفقراء يعني غير أسوياء أو كده لا ربا فقيرا يملأ القلب حكمة وربا غنيا لا يريشه ولا يبري هنا طبعا الشطرة الأولى رائعة محمودة والشطرة الثانية في المعنى مزمومة طبعا وقلنا ربا لطفت بينا أو لحقتنا لأنها تفيد أيه التقليل فهنا بيشدد الشاعر في تحذيره من اختقار الفقير فربما يكون هذا الإنسان زو مرؤة وأخلاق ودايما الشدائد بتصنع من الإنسان شيء عظيم وشيء أفضل لأن يعني دايما طريق النجاح أهم عنصر فيه تحمل المشقة والصبر المهم عندنا الأسلوب ماذا استخدم الكاء الشاعر ومانوع الأسلوب لا يريش طبعا شايفين النفي لكن قرره وقال ولا يبري فمجرد التكرار بيفدنا التوكيد يفدنا التوكيد فهنا أسلوب التكرار أسلوب بتاعي التكرار النفي والتراضف يريش ويبري قلنا قبل كده معنا يريش وهو هنوضحه بعد قليل لكن نجمع مع بعض الأسلوب والشطر الآخر فقير يملأ القلب فقير وغني فقير وغني بينهم طبعا تضاد الشطر الأول والثاني زي ما احنا شايفين فقير وغني بينهم تضاد ده المحسن البديعي يبقى هنا البيت ليس له ليس لا يوجد فيه تصوير بياني صورة بيانية وإنما معايا أسلوب جميل ومعايا محسن بديعي وهو التضاد والمقابلة تعالوا بقى نوضح يعني ايه يريش يريش طبعا هي يقال على السيف إذا وضعنا الريش عليه فهل السيف مكانه أن يوضع عليه الريش هكذا يكرم الغني نفسه بأن يضع السيف في المتحفه الشخصي ويفتخر به في بيته الملكي أو في قصره الملكي فبيفتخر أنه عنده سيف ويحط عليه الريش لكن الحقيقة أنه يا غني يا متميز يا سري ليس مكان السيف المتحف أو أنه يكون موضع افتخار وإنما موضعه الدماء والقتال للدفاع عن الحق فهنا جاءت يريش بهذا المعنى ومعناها المراد لا ينفع ولا يضر في مطلع الحديث عن الغنية الذي لا ينفع ولا يضر نرجع مرة تانية للشطر للبيت الرابع ونشوف نصائح البرودي الجميلة ونتزوقها مع بعض كي نخرج ونطبق السور البيانية بيكمل تاني هنا الصورة البيانية في يملأ القلب حكمة في مطلع الكلام عن الفقير وذا فقط أي الفقير فبنقول هنا فيه تصوير للفقير اللي يملأ القلب حكمة تمام؟ هنا صور القلب القلب هنا هيكون المشبه هيصوره بأنه إيه؟ بإناء يملأ يملأ وهنملأ بإيه؟ السائل اللي هنملأ بيه الإناء الحكمة اللي هو العائل الفقير العائل الشاب الشهم العائل اللي تصرفاته عقلة يبقى يملأ القلب حكمة خرجنا لاستعارة قلنا إن التصوير هنا عندنا يكاد يكون فيه ركن واحد وهو المشبه وهو المشبه لأنه مش مصرح لي المشبه به بشكل واضح وبيقول لي القلب إيه؟ لا القلب يملأ ربا القلب يملأ القلب حكمة يملأ القلب حكمة فهنا ما صور ليش القلب على طول وقال لي القلب إناء لا ده قال لي بيملأ القلب حكمة فصور هنا فحزف المشبه به وهو الإناء ودني صفة من صفاته وهو الملء تمام؟ وهنا المشبه به اتحزف فمجرد من المشبه به اللي هو الإناء اتحزف يبقى استعارة مكنية وكده معايا من أطراف التصوير عنصر واحد وهو المشبه فبتكون استعارة مكنية فهنا التصوير اسمها صورة بيانية السؤال بيكون أستخرج الصورة البيانية بتخرج لي لإما تشبيه لا استعارة لا كناية السؤال واضح لا استعارة لا تشبيه لا كناية اللي استعارة بيكون معك طرف واحد للمشبه للمشبه به هنا يملأ القلب حتمة مثال للاستعارة المكنية طبعا لازم تقولي الغرض الغرض في الغالب بيكون لإما بصوره بشيء حي فبيقول تشخيص لإما بصوره بحاجة جامدة فبيكون هنا فيه تكسيم أقولك مكان طلب العلم مثلا القاعة واحة فهنا الجمال التكسيم فدائما التصوير بيلف أو يدور حول هذين الغرضين وهم التشخيص والتكسيم ننتقل إلى بيت آخر من نصائح البرودية الرائعة بنكمل تاني لمراجعة أشكال صور الجميل وهو موضوع حلقتنا استخرج الصورة المحسن الأسلوب الصورة البيانية واحد من ثلاثة التشبيه واحد من ثلاثة وفيه نوع آخر وهو التمثيلي مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت إلى آخره فهناك تشبيه تمثيلي والاستعارة بتقتصر على نوعان والكناية عن صفة أو موصوف بيقول لنا ولا تعترف بالذل في طلب الغنى فإن الغنى في الظل شر من الفقر لا تعترف هنا بيطلب منك يعني هو ناهي وبيطلب منك أنك ما تقتنعش لا تقتنع بإمكانية أنك تطلب الغنى عن طريق الظل أو اللا كرامة فهنا يعني النهي جاي للنفس لا تعترف نفسيا وخلقيا بالذل في طلب الغنى كن حرا عزيزا لا تقبل الظل في الحصول على كثرة المال لأن فيهم شر وزلة من الفقر مع العزة المهم يلا نخرج الأسلوب ما نوع الأسلوب؟ طبعا استخدم الأسلوب النهي لا تعترف عندنا محسن بديعي يلا نخرجوا الغنى والفقر لا تعترف بالذل في طلب الغنى فباب بين الغنى والفقر التضاد في الغنى في الظل فقر فإن الغنى في الظل فقر أسلوب مؤكد بأنه يبقى ده أسلوب منفرد لوحده اسمه أسلوب التوكيد وأدوات التوكيد فإن الغنى شر من الفقر هنا يعني لفتة أخرى من المعنى وهي التعليل إن فيه ترابط ما بين الشطرة الأولى والثانية عن طريق المعنى والمعنى هنا هذا تعليل لذلك الثانية تعليل للأولى وضح هو وضح زي ما بنقول التدرج في استخدام الأسلوب الشاعر بدأ بنهي وهو بيخاطب من يحتقر الفقير فهو هنا طالب منه طلب وبيعلل وبيسبب الطلب ده في الشطر الأخير لأن الغنى في الزل إنك تحصل على كثرة المال من خلال الزل والكرامة ده شر من الفقر شر بكثير من الفقر لأنه بيكون نجاح مؤقت فهنا الرابط ما بين الشطرين المعنى وهو التعليل أو ذكر العلة والسبب من هذا النحي بفكركم تاني اللغة بتتدرج في الأسلوب أنا قبل ما أطلب منك حاجة أنا بتكلم مع مخاطب فبنديره الأول وأقول يا شباب يا مصره إلى آخرة وبعد كده بطلب أطلب بالأمر أطلب بالنهي ويكون غرضي المحمود النصح والإرشاد ثم يأتي في النص المؤكدات وأسلوب الشرط إلى آخرة ثم أوضح أنا بنهاك ليه بأمرك ليه بطلب منك ليه من خلال عملية الربط المعنوي بين الشطرين وهو التعليل التوضيح إلى آخرين فبيكون هنا فيه انسجام لغوي وتزوق رائع للفن الشعري نعود إلى البيت الرابع وهو بدأ بالنهي وبنقول ما الجمال وضحناه ندخل على نصيحة جديدة وقلنا رائعة ولها علاقة بالمعاملة مع الأصدقاء حتى يومنا هذا ورؤساء ويعني رئيسك القائد ليك في شغلك إلى آخرة إزاي نتعامل مع من نريد وده وحبه ونكسبه فقال لك داري داري هنا فعل أمر داري فعل أمر يعني أسلوب الكاتب أسلوب الشاعر استخدم الأمر داري معناها لاين الذي ترجو يعني تطلب وتخشى يعني تكتنب تخشى تخاف وداده مقصود خسارته وكن بين مودات القلوب على حزري يعني هنا بيقول لك برضو هنحب باعتدال هنقرب باعتدال كما ننصح دائما كن على مسافة مع الآخرين حتى لا تصطدم المسافة المعقولة عامل الناس مع الحرص على بقاء هذا الود برفق ولين ومودة وحذر وحذر يعني لازم يكون في مسافة لا تحبك كثيرا وزي ما قيل أحبب حبيبك رويدا رويدا خلاص عسى أن يكون عدوك يوما ما بيقولوها في الأمثال تعالوا إلى الجمال بنخرج الأسلوب داري طلب مننا الملاينة والملاطفة مع الآخرين مع الحزر الحب مع الحزر أحبب حبيبك رويدا رويدا عسى أن يكون عدوك يوما ما في نهاية القصيدة هيفاجئنا البرودي بنهاية رائعة للناس اللي بالها طويل في معاملة الناس والناس اللي بالها طويل في الحلم وعلى المشقة وعلى معاملة الآخرين وعلى الصدمات هيقول لنا حكمة رائعة ولكن في نهاية القصيدة فهنا بيقول لنا الحب باعتدال يطلب مننا الحب باعتدال والحذر مع الآخرين سواء الأصدقاء أو في كافة العلاقات حتى لا ننصدم حتى نكسب هذا الشخص اللي نريد استمرار العلاقة والمودة معه فعايزين نخرج المحسن البديعي يلا نخرجه زي معانا أسلوب الأمر داري كن دي الأسلوب اللي استخدمه الكاتب وغرضه الشاعر وغرضه النصح والإرشاد يبقى الأساليم اللي استخدمها لغاية تلوقتي الأمر النهي الأسلوب الشرط فعايزين نكمل المحسن البديعي ولكن البيت الخامس ليست فيه محسن بديعي طيب تعالوا نشوف السادس أيضا ليس معنا تصوير ولكن هنا بيكلمنا عن الخل الوفي ويحلو الرضا بعد العداوة والغدري قلنا دي نهاية العلاقات الصح أن مهما كان فيه غدر حصل لهفوة لزلة نفسية نفس ضعيفة يحلو تاني الرضا والتقام الجروح بين الأصدقاء أدوات اللي بتفيد التقليل استخدمها الشاعر معنا قلنا قد وربما والحمد لله استخدمهم في الجوانب اللي مش عايزينها من الأخلاق غير المحمودة أو السيئة استخدم المحسنات البديعية كثيرا في التضاد وطبقناها مع بعض يا طارا معينا ايه قلنا تاني في البيت الأخير أحب أشوف معاكو تاني بانوراما الجمال في النص عشان نأكد استخدامنا للنصوص طيب السور البيانية قلنا اللي هيختم بيها أحبكو تسمعوا نهاية آخر بيت في القصيدة وهو وقال ولا تحسبن بلغة طبعا الناحي ولا تحسبن الحلم يمنع أهله الحلم في الأزا الحلم على استخدام يعني في التعامل مع الآخرين فهو هنا بينهى لا تحسبن الحلم يمنع أهله وقوع الأزا في الوقوع الأزا في الحياة ويرد في التعامل مع الآخرين فالحياة ماء ونار فالمعاملات مع الآخرين ماء ونار لأنها انعكاس على ما بداخلهم والنفس البشرية أحيانا تصاب بعدم الاستقرار ومن ألهمه الله حسن المعاملة مع الآخرين فبنقول ده أتقن فن رائع وليه مهاراته وليه حاجاته اللي اتكلمنا أيضا فيها في بعض الحلقات إنها فن ومهارة فإحنا عايزين نكتسب من خلال حلقاتنا ومن خلال قناتنا عدة جدرات وعدة مهارات لأنها بتفجر طاقات بداخلك وهي طاقات طبعا إنسانية بشرية تقدر عليها وتقدر تخليك إنسان مختلف فالقاع مليء ولكن السماء تمتلق بالنجوم فبيقول ولا تحسبن الحلمة يمنع وأهله وقوع الأذى فالماء والنار محسن بديعي الماء والنار محسن بديعي التضاد من سخري من شيء واحد وهنا يعني الشاعر يتكلم عن ختم القصيدة بمحسن بديعي المحسن البديعي بنشبهه في اللغة بالمظهر الأخير للحاجة الجميلة فالقصيدة كانت زي البناء الرائع المرتب المنسجم وبيأتي المحسن البديعي ليعطيها الإضافة واللمسة الجمالية الأخيرة لكن الأساس في تصويراتنا مشبه ومشبه به استعارة تصوير وده أهم حاجة في السور البانية اللي بتخرجها لنا وكانت قصيدة نصائح خير مثال وتطبيق للتزوغ الجمالي في النص كل أبنائي في المرحلة السنوية وطلابنا أخص طلاب السرق الرابع أرق الأمنيات وإن إحنا نستفيد بكل ما تناولناه وعلى وعد في لقاء تجدد في نفس الموعد في بيت اللغة العربية والله من وراء القصد أشوفكو معلخي